اشتركوا في القناة ولكن ورسنتي رجع للعراق وترك الدراسة مالتا وترك الحلم مالتا اتفاجأت بالبداية قلت شنو اللي خلي هيجي شاب انو يتوقف عن حلمه فاكتشفت بعد فترة انو من شان هناك انصاب بمرض وصار عندي شلل بالاطراف السفلة شلل الاطراف السفلة يعني الرجلين بعد ما تشتغل وصار الشخص مقعد نحن ممكن نتأسف للهيجي شي ممكن يصيب اي واحد من الشباب مثل هذا الشاب اكو هوايا عالم نعرفهم عزيزين علينا ممكن صغار اكبار الاكبار اذا ينصابون لا سامح الله عليهم بجلطة بعد وصار عدهم فتشلل بعد يمكن حياتهم كلها توقف او نصف جسهم نفس الشي اكو مشاكل بولادية تصير للاطفال على غفلة يجون عدهم اورام معينة يسولهم عمليات ويصير عدهم شلل مثل هؤلاء الاطفال والشباب والناس اللي اتعرضوا وهي شي اصابات ما رح ممكن احنا كمهندسيين مسؤوليتنا نساعدهم فاجينا فكرة انه شنو شلل سقوط القدم هو واحد من المشاكل الاصابات للصيق انا رح اشرح لكم على الصورة اسرح الفوتي دروب هو سقوط يصير بالقدم ما يعني هذا الشي هذا الشخص المصاب بهذا هي نوع من انواع الشلل الرجل مالته لا يستطيع ان يرفعها فشن المشكلة تصير من هذا الشخص لا يستطيع ان يرفعها مثل الشخص الطبيعي المشي مالته ستصير يسحب القدم مالته بصورة مستمرة ليس مثل الشخص العادي هنا سيدة السيدة سنشوفها مصابة بهذا نوع من انواع الشلل شوفوا الفيديو شون تمشي واني حشرح لكم علي نشوف السيدة قاعد تسحب القدم مالتها هاي السحبة مال القدم قاعد تستخدم العكاز ويادو قاعد تقدر تمشي تخيل الموضوع أكو رصيف أو درج شوك سيصير الموضوع سيصير أصعب كل ما سيصير أصعب شوفنا شون هاي هي واحدة من المشاكل زياد خلينا نقول هاي السيدة فكرت شون تلقى حل تريد تحل المشكلة اللي عندها فاسهل حل راح تشتغط أكازة وقامت تمشي اكو حل آخر موجود عدنا بالعراق هذا هو المسند هذا المسند راح يثبت المفصل وال القدم والشخص يقدر يرجع يمشي بس المشكلة وين؟ أكو أكاز وأكو مسند بس المشكلة وين؟ هي محلت المشكلة؟ لا الأول مشكلة راح تطلع عندي هذا المفصل هو ثابت لا يتحرك لا يتحرك رب العالمين ما تجعلنا متحرك لازم أكو بها سبب معين هذا الشيء سيقوم لي تصلب من أني ثبتت وإذا أنا ما تتحرك بالأكاز لا يتحرك بالصورة الصحيحة سيحدث عندي مشاكل ثانية من أطباء ممكن يفسرون أن أفضل من هذا الشيء هناك شيء نحن لا نعلم بها أي شخص يحدث لديها شلل العضلات لن ترجع وتعمل مثل ما كانت سابقة العضلة لن تصبح شلل العضلة لم تتخلص ما سيحدث؟ سيحدث ضمور العضلة سيحدث أصغر من البداية نقول لا مشكلة هذه مشكلة المشكلة سنقف على رجلينة بعد فترة نقول هذه مشيناها هناك مشكلة إضافية ستحدث طبيعة شغل العضلات نحن ندري كيف تعمل الأطباء يعرفون بها أكثر العضلات تتقلص أثناء تقلصها ستساعد الدوغة الدموية ما هذا؟ هناك نوع من أنواع السموم تتراكم بالقدم هذا الشيء إذا العضلات لا تتقلص بالنتيجة القدم ستنبت واو صار الموضوع بعد مخيف أكثر جلنا بالبداية بمشكلة المشكلة اللي قلنا لها بتحال ورجعنا المشكلة أكثر جيد سويني بسيط بالجامعة أنا وطالبة بايوميديكال بمشكلة تقول رب العالميا خلقنا هذا الجسم مالتنا وفد شغلة بسيطة صار بالعصب الفلاني أو نتيجة صار صار عندي شلل معقولة نحن كمهندسيين لا نستطيع نعالج هذه مشكلة فأجدت فكرة ما تفعل علاج مشاكل فسويني بسيطة على الإنترنت قلنا دعنا نرى ما البحوث مالتهم وما يعالجون مشاكل واحدة من الشركات تفعل جهاز نبضات كهربائية يلبس بالساق ويحرك الساق هذه النبضات الكهربائية تعمل تولد إشارة للعضلات تشبه إشارة الدمار يعني مالتنا ينطفد إشارة بالعصب يحفز العضلات العضلات تتقلص و ترفع هذه الحركة كيف تنفعل تشبه أكوفات سنسر يضع بأسفل الكعاب نعرف أن هذا الشخص هو واقف يريد أن تفعل حركة فهو عن طريق السنسر الموجود في بداية الفيديو المشكلة هنا هذه الجهاز غالي غالي جدا العضلة الوحدة مكلفة جدا من الشركات الموجودة جدا جدنا الفكرة أنه نحن نسوي جهاز جديد تكنولوجيا ثانية جديدة أنه نحن نطور مجال علاج الشلل هذا الجهاز الذي جدت نتيجة بعد عدة نساخ و عدة تجارب هذا الجهاز المحمول الذي صممنا ينطيح نبضات كهربائية للعضلات حتى تعمل جيد هذه عمليات غبط الجهاز التي هي الألكترودات على العضلة التي هي المصابة والجهاز صغير و ممكن يلبسه جوالهدوم مثل ما نرى و ممكن يتظهر بالمستقبل يعني نحن دعنا نرى هناك من أن يتعاني من هذا الموضوع سامع تقنية هذه التقنية ليست موجودة في العراق سامع سألنا العالم ف رأينا أن المشاكل التي لديهم على علاج الشلل فهذا ما نقول أن يسيطقون عليها شخص يقول أن يعمل أن علاج طبيعي واحدة كل هذه الحلول طبيعية وسأرى سألنا العالم المصابين قلنا لهم لا سامح الله ما تأثير الذي حدث في حياتكم ليس طبيعي ؟ الشغل الذي تذهب ليس طبيعي؟ ف كانت الإجابات أن كل ما يتأثر عليهم كثيراً تقريباً سيصلون 70% لأن مؤثر عليهم هذه المشكلة كثيراً سألنا سؤال آخر سؤال مهم لأي شخص عنده صغير مشكلة سواء إذا شلل أو مشكلة ثانية أو حتى لو مجرد تصار عنده تكسر فالشيء يسمى ريهابيتيشن يمشون علي الأطباء أن هو يروح لازم علاج طبيعي سألنا العالم أنتم قد سألت علاج طبيعي ورما صارت هذه المشكلة التزمت بي؟ العلاج الطبيعي لا يظهر أول أسبوع يظهر أول سنة ورما ستة شهر فشفنا العالم لم يلتزنا بالعلاج الطبيعي فهذا خلنا بسبب أن ندرس المشكلة بصورة أكثر حتى نطور هذا الجهاز لأن الجهاز هو يسوي لك علاج طبيعي وقد شغل لك نفس العضلة مالتك من نسوي العلاج طبيعي المعالج هو يحرك لنا العضلة ليس العضلة إرادياً تعمل هذه الاستمارة التي ملوها المرضى وتفاجئنا بالعدد من المشكلة وصلنا هنا وليس كما نبين فوق الأربعمائة مريض عندهم شلل سقوط القدم بالعراق مجرد استبيان على الفيسبوك تسوينا تمويل على عشر دولارات قاعد نشوف ما قدل الناس الموجودين تفاجئنا عدد شبيع كيف نحن ممكن نفحص هذول المرضى اصطرنا لأن الجسم الإنسان لا يمشي على حالات المرضى فطرنا نفعل جهاز آخر لفحص المرضى لازم نأخذ قياسات العضلات حتى ننطيهم إشارة كهربائية العضلات تعمل بالصورة الصحيحة واحد يسأل يقول هذه الإشارة الكهربائية لا تأذى أنا قاعدت له قاعدت له هذا الشخص ما يتأذى نحن نوصل إلى مرحلة أن هذا الشخص ما يتأذى ماذا؟ الإشارات مال الدماغ في طبيعته إشارات كهربائية من إحنا نولد إشارة تشبهها لازم تشبهها مئة بالمئة نحاول ما قد مرحلة تشبهها هذا الشخص لا يتألم فهذه كانت الفكرة مال جهاز الفحص هذول مرضى نحن نفحصهم أكو أمثله هذى أكو قسم من المرضى سبب إهمالهم لنفسهم صار عندهم تصلب اللي حتشينا به تصلب المفصلة لالقيصر هذا الفيديو احنا قاعد ننطي تدريبات للمرضى أن نسوي لهم الحركات العادية التي هي هذه الحركة هذه الحركة من عندها تصلب حتى لو شويونه اتعيق أنا أريد أن أمشي أريد الحركة كاملة تصير لأنني إذا لم أشعروا أنها كاملة إذا كانت شيء صغير وإنقبالي جزء أعثر بيقع فهو هذا الفائدة من عندها فبدأنا بأول مرحلة نسوي لهم برهبات حتى ننهي عضلاتهم ننهي المفصل لأن هذا الشخص المصاب ممكن صار له فترة من مارس علاج طبيعي فالعضلة مالتها صار بها ضرور المفصل ماته مو مثل قبل كان يشتغل فهي هذه الفائدة مالتها الشغلة الإضافية اللي أريد أقولها أنه إحنا بدينا في فريق صغيروني وقلنا إحنا بدينا بمهندسين اثنين لها أنا وزوجتي وسوينا هكذا فما بالك إذا إحنا نجمع مع المهندسين هذولا ما يمكن يسوون أفكار أفكار ستطلع منهم عظيمة إذا مهندسين اثنين باختصاصين مختلفة سووا هكذا مثل ما هذول الشغلات اللي ممكن يسووها شكراً لكم طبعاً شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم